اشتركوا في القناة طبعا كما عندنا فقر إسلام هيك بطريقة متوازنة بكل العالم كان كل حدا مبسوط شوي نوعا ما بحياته مش لاقي هالفروقات العجيبة والخيالية احنا في عندنا لا فقر لا غنى بطرت الحال المتوسطة هاي تارت نادر طبقة المتوسطة اختفت مصدف عليكم لك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك ستريما جلبح وحضرتك رئيسة جمعية بصمة خير في جنين وان شاء الله الخير بيظل موجودة عندنا بقلوبنا لبعض هايك للفلسطينية واكيد بنحييكم على جهودكم بنحب نتعرف اكتر على جمعية بصمة خير ام تتأسست وهدفكم منهم صباح الخير بسهل صباحك لكم ولكافة المشاهدين وطاقم الفضائية النجاح بداية بحب اشكركم على صدفتكم اليوم وتحت الفرصة اننا حتى نحكي بشكل موسع عن جمعية بصمة خير بصمة خير الخيري في محافظة جنين مقرها الرئيس هناك تأسست في العام 2012 هي جمعية اجتماعية خيرية بتستهدف الفئات المجتمعية كافة ضمن برامج تدريبية ومشاريع تنموية مجتمعية خيرية طبعا الهدف الأساسي منها هو كانت اللي هي الفئات المجتمعية ككل بس بتستهدف بشكل خاص اللي هي فئة الشباب والطلائع اللي هي فئة الأطفال رديش مهم نركز عليهم كبان طب ستريما نحكي عن بصمات الخير اللي تركتوها اسمكم بصمة خير ولكن تركتوا بصمات خلينا نحكي اللي تركتوها بمحافظة جنين الفعاليات اللي عملتوها من قبل يعني مثل ما سلفت حضرتك يعني احنا في عنا كتير يعني برامج وحملات ودورات قامت فيها الجمعية ودائما حتى في المجال الاجتماعي جمعية بصمات خير كانت دائما تستهدف الناس اللي هم خلينا نقول يعني ضائفين في المجتمع المهمشين حتى نقدر احنا نخليهم يستفيدوا من هالدورات والبرامج تدريبية المجتمعية اللي احنا بنكون فيها يعني في عنا احنا برامج لمثلا تمكين الشباب تمكينهم بشكل تعزيزهم اقتصاديا مثلا في عنا برامج يعني بتخص هذا المجال احنا كنا نستهدف الشباب اللي هون بتكون من أسر أصلا يعني مهمش نوعا ما أو وضعهم المالي صعب جدا فكنا نستهدفهم ونفيدوا من هاي المنح والبرامج التدريبية اللي احنا نجيبها حتى ان هم يقدروا ينموا طاقاتهم وينموا كمان الادعات الموجودة عندهم ويقدروا كما من خلال هاي البرامج انهم يفتحوا اللي هو ممكن خلينا نقول المشروع الصغير الخاص فيهم وينطلقوا منه لانه مثل ما بتعرفي اختنا انه للأسف يعني فئة الشباب شوي في مجتمعاتنا يعني اقل حظ من غيرهم يعني احنا ما في رغم انه احنا مجتمع فلسطيني فتي لكن فئة الشباب دائما مش مجهولة عليها بشكل كبير من هالمؤسسات فاحنا دائما في جمعية بصبة خير في البرامج اللي احنا بتكون خاصة في التمكين وفي الدعم دائما منستهدف هاي الفئات حتى انه نقدر انه من خلال هاي البرامج نقدر يعني على الاقل نظهر طاقاتهم ونمكنهم اقتصاديا هذا احدى البرامج اللي بتكون فيها الجمعية يعني احدى بصمات الخير يعني بصمة من هالبصمات بصمة من هالبصمات طبعا بالاضافة كمان لعنا برامج اللي هي تمكين المرأة يعني احنا دائما في عنا شراكة مجتمعية مع الجمعيات والمراكز النسوية لا بأس فيها كمان لانه احنا منعرف انه المرأة في عنا من سن صبايا وكمان هذا صبايا يعني شباب وبالتالي احنا يعني كتير من نتنبه هاي الفئة فكتير منلاحظ انه في عنا خريجات بتخرجوا بيكونهم شوي الوظائف محدودة عنا فكمان احنا في برامج تمكين المرأة برضو منلاقي انه في عنا مواهب عند صبايا يعني زي المجهولات اللي بيشتغلوها امي احنا ممكن من هاي المجهولات انه نشتغل عليها نقدر كمان انه من خلال البرامج اللي موجودة عنا نضم هدول الصبايا حتى يقدروا ينتلقوا من يعني بشغلهم او بموهبتهم الموجودة عندهم يعني ونقدروا يعملوا مشروعهم الخاص فيهم فعشان هيك احنا يعني كمان كان عنا البرنامج هذا وركزنا فيه عشان الصبايا اللي هو الخريجات يعني اكتر ايش في هادا الامور بالاضافة كمان في عنا برامج اللي هي دو الاعاقة الاشخاص دو الاعاقة كمان احنا من كتير يعني آلية دمجهم مع المجتمع ومع الفئات اللي احنا بنشتغل عليها كتير مهمة وبنهتم احنا بهاي الفئة لانه نوعا ما هي فئة ضعيفة في المجتمع وطبعا الاهتمام فيها مسؤولية الجميع ومسؤولية مجتمعية على الكل سواء كاتل المؤسسات الجمعية الخيرية او حتى المؤسسات بشكل عام كمان احنا بتم عمل كتير انشطة وإلهم انشطة مجتمعية انشطة طرفيهية يعني تتعادي ست ريمة مين اللي بصرف على هاي البرامج مين عم بيساعد لكم بيقدم لكم دعم انه هذا كل الحكي بيكلف طبعا اكيد بده يعني اموال او ميزانية معينة كيف عم بتجربوها مين عم ساعد في بداية الجمعية الكل بعرف انه اي جمعية خيرية او مؤسسة لما بدأت انتشى اكيد بيكون هي بتعاني شوية بتعتمد على حالها على ذاتها في البداية يعني اي مؤسسة في الدنيا هي بتعتمد على شك شخصي ولكن بعدين يعني احنا بمثافة الـ 2012 لحد 2020 يعني نحكي على 8 سنين يعني دول 8 سنين الجمعية دخلت في كتير مع مؤسسات مانحة ضمن برامج وضمن مشاريع معينة هاي المشاريع احنا لما صارت الجمعية تدخل فيها صار دخل ومردود من خلال هذا المشروع لانه احنا كمان الجمعية جهة منفذة لهذا المشروع فطبيعي يكون في دخل من هاي الجهات المانحة للجمعية لنقدر احنا كمان هاي البرامج اللي احنا منعملها نضخ فيها يعني هذا المبالغ المالي ونقدر كمان نعمل برنامجنا بالاضافة كمان للمجتمع المحلي برضو المجتمع المحلي احنا خاصة في الجانب الاجتماع الخيري يعني منلاقي انه فيه يعني نوعا ما الخير موجود يعني في بلادنا يعني في يعني خلينا نحكي عن مستوى محافظة الجيني الحمد لله انه فيه تجاوب كبير مع الجمعية فيه يعني تبرعات بشكل يعني مستمر عنا ناس ملتزمين معنا بشكل شهري يعني فيه مبالغ معينة هاي المبالغ بتنصرف على أسر من ذوي العاقة من أسر بالضمقى رامل وايتام فيه عنا ناس ملتزمين معنا تزديد مثلا اقصاد جامعية لطلبة محتاجين بتدرسوا تخصصات شوية يعني تخصصاتهم بتكلف بحاشر فبالتالي فيه عنا التزام احنا من المجتمع المحلي يعني تقريبا من خمسة سنين لحد الآن في انه بشكل شهري انه منعرف انه كل شهر الجمعية بده يتوفر بالمجتمع الحلي مبلغ معين فهذا كمان احنا منستثمره حتى انه نقدر انه نساعد هاي الأسر ونقدر كمان الجمعية انها تمشي في أهدافها الموجودة ويعني لكم من 2012 تقريبا يعني نحكي عن 8 سنوات من العمل يعني ماشاء الله عمر يعتبر قديش اختلف عليكم العمل بالجمعية اختلف عليكم البيئة المحيطة من 8 سنوات لهلأ يعني بداية اختنا يعني اكيد اي جمعية بتتأسس او اي مؤسسة ما بيكون في المعرفة شوية الناس عليها بشكل كبير بس زي ما حكيت يعني انه هي دائما الواحد بده يعتمد بده يكون علاقات لانه العمل المجتمعي بدون تشارك وتعاون مش تحيل انه يمشي يعني انا هاي القاعدة انا مأمني فيها فاحنا من خلال علاقاتنا مع المجتمع من خلال علاقاتنا مع المؤسسات من خلال يعني موضبتنا على حضور الدعوات اللي كانت تيجينا من هالمؤسسات كنا كمان واضب على انه نحضر ونشارك حتى الناس تعرفنا ونعرف برامجنا للناس فهذا الحقيق كمان فتحنا افاقك جديدة مع كتير من هالمؤسسات ومع هالناس اللي هي بتكون على رأس مؤسسات داعمة لنا فمن 2012 لليوم احنا بنحكي يعني على تغييرات كبيرة اللي جنبين صارت فيها يعني اليوم في عندنا مؤسسات حوالي يعني عندي كيب تحكي على ست برامج دول ثابتين تشتغل فيهم الجمعية من خلال دول مانحة هدولا يعني كل برنامج من يعني ايش اربعة سنين ايش اخوة سنين ايش اربعة سنين يعني وقبل ما يخلص البرنامج احنا كمان بنعمل شركات يعني لحتى انه نستطيع برنامج بالإضافة في برامج بتتجدد كمان مع المؤسسات دعم تضاعف ودعم عم بيزيد بالتالي بنسبة وتناسب وعلاقة ترضية مع برامجكم وقوة الانشطة اللي بتقوموا فيها ولكن المستفيدين من هاي البرامج على كل مستوياتها هما بيجوا لعندكم كيف آلية الوصول للكم انتو بتفتشوا عليهم لحتى تشوفوا مين بحاجة انه والله يستفيد من هذا البرنامج ولا هما بيقدروا ييجوا ويسجلوا ويشوفوا فرستهم بهذا البرنامج يعني طبعا بالبداية كنا احنا يعني نفتش على هاي الوصول لانه احنا كان هدفنا بالأول قبل العمل المجتمعي كان هدفنا خيري ونساني ثامي يعني هذا كان الهدف الأول للجمعية أول ما انطلقت وتأسست الجمعية بصمة خير بعدها صورة نتطرق ونتوسع في عمل الجمعي وندخل للبرامج المجتمعية وهذه الأمور فبداية احنا كنا ندور على الأسر اللي بحاجة المهمش اللي ألحظ من غيرها نحاول انه يعني نروح عندهم نشوف شو متطلباتهم احتياجاتهم نشوف البيئة اللي هم يعايشين فيها نشوف مدى الاحتياج اللي هم اكتر اكتر اشيهم يحتاجون فكنا يعني بعد ما احنا ناخد فكرة على هاي الناس احنا كنا نتواصل مع المجتمع المحلي ونحاول كمان انه ندعيهم معنا انهم يجوا ويطلعوا على هاي الحالات ويقدموا المساعدة لها اليوم بعد هاي السنين كمان احنا يعني لابد لا شك انه في حالات احنا نتبلغ فيها من خلال ناس بكونهم يعرفين الحالة ونتبلغ فيها فاحنا طبيعي ناقد لجنة من خلال الجمعية القسم مساعدة الإنسانية في الجمعية منطلع من شوف الحالة منعملها تقييم وبنفس الوقت كمان وفي ناس كتير تعرف سارت عنها يعني اليوم احنا مش زي اول ما تأسست الجمعية سلكم إسر في ناس تتواصل معنا مثلا انه احنا بنعاني بكذا كذا تعطينا يعني تقريبا سيري مفصلي عنها عن الوضع العام عن الحال اللي هم بعيشوها وإحنا زي ما حكيت لك ضروري دائما الزيارة لأي حالة مجتمعية قبل تقديم المساعدة إلى ضرورية يعني بالأول يمكن كنا يعني نساعد أي حدا مثلا نيجي نقدم للمساعدة بس اليوم احنا بنقدم مساعدات على مستوى عالي شوية بالتالي يعني كمان ضمن برامج ومنح احنا يعني كمان مقعين فيها وضمن شروط معين فبالتالي اليوم اي حالة بتتواصل معنا مش غلط اقدم المساعدة بس دائما تتشكل لجنة بعد ما احنا ناخد معلومات كاملة عن الحالة من خلال الجمعية قسم مساعدة الإنسانية منطلع على الحالة ومنحدد احتياجاتهم وبعدين احنا من خلال المنح الموجود نشوف على اي منحة احنا من المنح الموجود احنا ممكن انه اصلح انه نقدم لهم المساعدة المطلوبة طب ستريما عم نحكي عن اخر فترة في كتير جمعيات يعني سواء بيجنين ام غيرها بمناطق الضفة الغربية لما نحكي عن جمعية بصمة خير شو اللي بميزها عن غيرها من الجمعيات يعني جمعية بصمة خير يعني تاخد دائما الاسم يعني انه دائما اول ما بيتراود للذين انه يبي تروح للامور فقط الإنسانية والخيرية بس احنا اللي بيتبع عنشطتنا وبرامجنا بيشوف انه احنا كمان اللي عنا عمل مجتمعي يعني في عنا احنا بنتلك مبادرات مثلا مجتمعية الى علاقة في التنمية الاجتماعية الى علاقة في الصحة الى علاقة في التربية والتعليم الى علاقة في حقوق الإنسان فاللي بيتبع بعرف انه احنا يعني دخلنا على هذا الموضوع يعني قبل يعني خلال نهاية السنة الماضية وما زالت الحملة مستمرة اطلقنا حملة اسم حملة الصحة حق ونمكان هاي كانت مشراكة مع معهد قريج للبحاث التطبيقية هاي الحملة مثلا اطلقناها عملناها تحت رعاية عطوفة محافظة جنين اطلعنا عليها وعطينا معلومات عنها وعملناها لحفل اطلاق ودعينا عليها المؤسسات والافراد وهي كانت تدفع مثلا اللي هي المطالبة بتحسين الخدمات الصحية في المحافظة مثلا فهي الحملة حد هاي اللحظة احنا اطلقناها في 3012 مثلا منها يتساني الماضية وما زلنا مستمرين فيها مش رح انه مثلا نسكر هاي الحملة الا حتى نلمس على الاقل تحسن مثلا في الجانب الصحي مثلا في عنا كانت حملة الآن عمانا نشتغل فيها لمرضة ثلاثيمية مثلا المرضة ثلاثيمية اللي في منهم اغلب النسبة هي من نصر الشباب مثلا بيعانوا منها فاحنا مثل قنين حملة اللي هي يعني توعوية كمان برامج جدا نعرف كمان قبل فترة اللي صارت الاحداث بجي نفداش مهم كمان السلم الاهلي ونضغلها هي الاحداث دائما يعني للأسف يعني موجودة وهاي الاحداث كثير بتأثر بصراحة على كلة الوعي الموجودة عند الناس يعني احنا دائما منلاحظ ان هاي الاحداث هي السبابة بيكون يعني شوي الناس مش ملمة كتير في الامور هاي فاحنا دائما لما بنعمل هاي الحملات القضايا المجتمعية احيانا بركز على قضايا المجتمعية مثل قضايا التنمر الإلكتروني خاصة العنف اللي هو بيعانوا الأطفال مثلا في المبارس داخل الأسر قضايا الجرام الإلكترونية اللي هي كيفية التعامل مع برامج تواصل الاجتماعي لانا منلاحظ اختنا انه للأسف يعني الموقع تواصل الاجتماعي اللي هي تستخدمها من قبل المجتمع شوي غلط يعني بعض الاحيان يعني بيستخدموها بطريقة يعني غير مزبط فهي كليات القضايا المجتمعية من ضمن البرامج ويمكن بحاجة احنا انه تكون جمعياتنا الخيرية هي وسيط ما بيننا وما بين المؤسسات الحكومية والشركات العاملة لحتى تكسر الحاجز وتقدم لها الدعم وايضا تعرضها للمسائلة المجتمعية من قبل القائمين على الجمعية او المستفيدين منها لحتى نثمر بذور خير وايضا تطوير تجاه مجتمعنا وكيد بصمة الخير مش ضرورة في الجانب الإنساني بس بصمة الخير حتى من في كل المجالات يعني ويعطيكم ألف عافية على دوركم الجميل جدا في وضع بصمات من الخير في المجتمع في جنينو كمان يعني متأمل انه التجارب هاي تتعمم على كل محافظات الوطن كل شكرا لك ست ريمة دلباح على كل هاي المعلومات ويعطيكم ألف عافية على كل جهودكم وشكرا لكم